خلينا بقى ننتقل لخبر الخاص بقضية الهرم بتاريخ 22 فبراير اللي فات مصر نفذت حكم الاعدام في 3 اشخاص تم اتهمهم بقتل زابط شرطة سنة 2013 اثناء مطاردة في شارع الهرم طيب خلينا نشوف مع بعض الازدواجية في النظام القضائي والمسؤول المسؤولية مباشرة عن تنفيذ عقوبة الاعدام ونروح بالذاكرة او نرجع بالذاكرة شوية وتحديدا في مارس 2013 كان في تسع زباط شرطة في كمين على طريق المحلة بشبيش اطلقوا الرصاص عمدا على اربعة من اسرة واحدة داخل سيارتهم الملاكي وقتلوهم كلهم وبعد ست سنوات من المحاكمة وهم مفرج عنهم مش محبوسين اخدوا حكم نهائي بالسجن المشدد سبع سنوات بحجة انه كان المستهدف وقتها مسجل خطر مش الناس الغلابة اللي ماتوا وان الحادثة تمت بالخطأ وبالفعل سلم او سلم الظابط نفسه لتنفيذ الاحكام وبعد شهرين من حبسهم اصدر السيسي عفو رئاسي عن الزباط التسعة يعني الاربعة اللي ماتوا حقهم راح نرجع بقى بالذاكرة تاني وتحديدا لسنة 2016 لما ثلاث ضباط شرطة عذبوا سائق توك توك اسمه محمد صالح 23 سنة حتى الموت قضية التوك توك دي علشان نعرفها بتفاصيلها تم اعتقاله علشان يعترف بجريمة قتل عمدة في قرية في سهاج تابض على الظابط ورغم ان التهم سبت عليه باعترفهم امام القضاء القضاء حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات فقط زي ما حضراتكم شايفين الصورة وقرتهم اتحبسوا للأسف لا محدش اتحبس خلينا نعرض كمان صورة للعفو الرئاسي السيسي بنفسه من حوالي شهر تقريبا اصدر عفو رئاسي عن الزباط اللي قتلوا المواطن تحت التعذيب نرجع تاني ونفكر حضراتكم وتحديدا في سنة 2013 قضية عربية الترحيلات لما القضاء حكم على اربعة زباط شرطة قتلوا 37 معتقل في سيارة ترحيلات ابو زعبا بالسجن خمس سنوات مع ايقاف التنفيذ وفي الاستئناف تم إلغاء الحكم واخلاق سبيلهم ده يرجعنا القضية بتاعت عفروتو اللي هي في سنة 2017 القضاء حكم على ظابط شرطة المقطم اللي عذب الشاب عفروتو حتى الموت بالسجن ثلاث سنوات والحكم كمان غير نهائي تعالوا بقى نشوف نفس القانون ونفس القضاء لما بيحكم على مواطنين قتلوا زباط بدون ادلة او قراء او براهين وده يفكرنا بقضية مطاي سنة 2014 حكموا بالاعدام على 683 مواطن بتهمة قتل ظابط شرطة واحد 601 اتحكم عليهم بالاعدام علشان زابط شرطة واحد في اسم شرطة مطاي في المينيا وحكم بالاعدام على 183 مواطن بتهمة اقتحان قسم شرطة العدوى بالشرقية اعدام 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 بدون ادلة ولا براهين ولا حاجة 600-700 واحد قتلوا زابط ما نعرفش ازاي وتحكم عليهم بالاعدام نرجع كمان لقضية تانية قضية لواء الشرطة وهو هو نفس القضاء حكم بالاعدام وتم تنفيذ الحكم على 3 مواطنين بتهمة قتل ليه هو شرطة نبيل فرج فكر داسة حضراتكم فاكرين الصورة والمشهد كويس لما تقال في تقرير الطب الشرعي ان الرجل اتقتل من النقطة صفر يعني اللي اتلوا جنبه بالخطأ وتم اعدام 3 مواطنين قضية كمان او قضية كمان كفر الشيخ ونفس القضاء حكم في 2018 بالاعدام على اربع اشخاص وتم تنفيذ الحكم عليهم بتهمة قتل 3 من طلبة الكوريني الحربية في كفر الشيخ دي امثلة بسيطة من وسط مئات القضايا اللي بتعرفكم شكل النظام القضائي والنظام العام في مصر واللي بيستدعي بشكل مباشر او غير مباشر وقف تنفيذ عقوبة الاعدام لانه زي ما النظام الحالي بيقول انه مصر غير مؤهلة لتحقيق الديمقراطية برضو حابب اقولك انه مصر غير مؤهلة لتنفيذ عقوبة الاعدام في الوقت الحالي اشتركوا في القناة